السلام عليكم اول حاجة مش نتفهموا فيها اللي فابريسيو رومانو وكيل العمالة ذي ما هبط حد شي على عيسى العيدوني كيف كيف نادي تشيلسي الانجليزي ما عنده حتى علاقة بعيسى العيدوني وما فمش حتى عرض واصلا فابريسيو رومانو ما عنده حتى علاقة بعيسى العيدوني اللي قاعد يخرج في الفيسبوك وفي الاعلام لكله اشعات ونقود مزيفة الحاجة الاكيدة اللي عيسى العيدوني القيمة التسويقية متاعه وصلت لاربعة مليون يورو ثاني حاجة مؤكدة اللي اول ما تدخل لترونسفر ماركت باش تعرضك اول حاجة لا فيش متاع عيسى العيدوني كاكثر ملاعبي في اخر 24 ساعة لو جت علي العباد اش معناها معناها الشيء ذا اللي عيسى العيدوني تويك محل انتباه واهتمام من اكثر من مواطن في العالم الكل يعني المواطنة ذاكي نجيم يكون وكي نعمار ولي نجيم يكون مدير تنفيذي في واحدة من الفرق الكبيرة والا صغيرة مفيد الحاجة المؤكدة اللي عيسى العيدوني بشجيه برشا عروض لنادي فرانك فوريس الماجري ونادي فرانك فوريس الماجري يحبي يبيع عيسى العيدوني يتوع لس الخطر النهاية العقدة متاعه باش تكون في الصيف هذا دونك عيسى العيدوني يا كاكا يولي ليبر واي فريق ينجيم يشريه باقل فلوس دونك الحاجة الاكيدة اللي عيسى العيدوني عدى مردود طيب في ثلاث مباريات في كس الع عالم خاصة دي ما نقوله خاصة ضد المنتخب الفرنسي عليش الخطر ضد المنتخب الفرنسي باش تكون العينين الكل موجودة عليش الخطر جل اللاعبين متاع المنتخب الفرنسي يلعبوا في فراق كبير على غيراء الريال مادريد بايرن يلعبوا معنا في فراق كبيرة وكبيرة برشا البي اس جي دونك برشا عينين باش تكون حاضرة خاصة من الانديا الفرنسية وعيسى العيدوني قدم مردود طيب وطيب برشا خاصة شفنا العظمة اللي لحسها الكامافينجا دونك هنا نتفهم الناس الكل اللي عيس على رائدوني قيمته التسويقية باش تزيد حاجة اخرى نتفهمه فيها اللي عيس على رائدوني النيفو متاعه ماهوش نيفو طعب بطولة المجدارية بالرغم اللي فريقه فرانيفوريس دي مايهزز في البطولة الحاجة الثالثة نتفهمه فيها الا العيسى العيدوني ماهوش بش يبقى في البطولة它دي ولا بش يمشي البطولة ما خير هذا كل انا سوءال يمشي للبطولة الفرنسية اللي هو اصلا جاء منها من نادي اونجي قبل ما يمشي البطولة المجارية وإلا يمشي في غمار مغامرة جديدة اسكو في البطولة الانجليزية وإلا في البطولة الاسبانية بالنسبة لي لبروفيل متاع عيسى العيدوني يمشي اكثر مع البطولة الانجليزية لخطر البطولة الانجليزية تحب برشا الالتحامات تحب برشا اليدويل تحب برشا الضرب والخنيفري كما نقوله والجوار اللي يجري ماح بس صورتراع عيسى العيدوني يمشي أكثر مع البطولة الإنجليزية الناس الكل باش نستنيه وإن شاء الله عيسى العيدوني في واحد من أحسن الأندية كما نقول أني في أحسن الأندية كانك باش تمشي للدور الإنجليزي نتصور معناها أي فريق في الدور الإنجليزي هو أحسن من خمسة أندية موجودين مثلا في بطولة فرنسا دونك عيسى العيدوني الحاجة الأكيدة اللي مستقبله باش يكون مستقبل باهي في جمعية باهية كيف كيف لكلام كثر في الأولى الأخيرة على إلياس السخيري اللي جاء عرض من نادي إشبيل الإسباني وجاء عرض من نادي ليون الفرنسي الحاجة المؤكدة اللي إلياس السخيري كيف 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 وكيف عيسى العيدون يقدم مرضه الطيب في كس العالم كيف كيف إلياس السخيري ما هوش بش يبقى في فريقه كولن الألماني كيف كيف زاد العقد متاعه وينتهي في الصيف هذية دونك لهنية كولن الألماني يحب يتلقى اي عرض باش يحاول يبيع الياس السخيري باي اموال باش يربحها النادي هدايا الياس السخيري لبروفيل متاعه كما نعرفه يمشي اكتر مع البطولة الالمانية ومن رأينا يبقى في البطولة الالمانية الخطر تويكة عنده بداية تزربة في البطولة هادي ينجب يمشي الفريق ممتاز يشارك ديما في الشامبيونز ليج مثلا فريق لايبزيتش وإلا بروسيا دورتموند البايير اللي ما نتصورش النبوه متاعه اكبر من نبوه متاع الياس السخيري وعليش ليه مثلا يمشي ويغطي النبوه ذاكا كان يتحسن في السنوات القادمة لكن نتصور الاقرب باش يغادر والاقرب باش يمشي الفريق مخير هو عيسى العيدوني عليش الخطر الملاعبه هدايا بالرسمي جلب الانتي بي وراهو مش بالسهل باش تتصدر نتائج البحث في ترونسفر ماركت قبل ميسي قبل رونالدو قبل مبابي قبل برشم لعبية عالميين دونك لهنى المنتخب الوطني التونسي ربح حاجة اموه في المشاركة متاعه في كاس العالم اللي عنا ملعبية جلبة الانتباع وإلي الملعبية هذه إن شال me باش تنتقل الى فرق مهمة وذهك عليش المنتخب الوطني التونسي لازم يمشي بنفس التمشي لازم يفرض على اي لعب موجود في البطولة التونسية وإلا حتى في البطولة الفرنسية ولا البطولة الخليجية يقول راهو اللي عنده برسنتاج كبير باش يكون حاضر في المنتخب الوطني kimse هو اللي ينشط اكثر في الفراق الاوروبية. واللي بش ينشط في الفراق الخليجية الا بش تكون معناها فلتة زمانك واللي انت مشيت للفلوس. الخاطرك انت ملزوز ولا ما نعرش سبب كما هكا. المفيد المردود اللي تقدم فيه في الميدان يكون خارق العادة. معناها نتصور كل جمعة تسجل هدف اثنين. وانت تنشط في البطولات الخليجية سوى القطرية والا حتى السعودية. وهكاك بش يولي عندك شانس بش تكون حاضر فيه المنتخب الوطني التونسي. سينو كانك بش تقدم اداء ممتازة راهو البلاسة متاعك ما هيش بش تكون موجودة. كيف كيف البطولة التونسية تنجم تقول نفس الكلام هادية وتخرج نحكي ديما عن الناخب الوطني اللي ان شاء الله بش يكون من بعد جلال قادر ينجم يخرج ويقول لكلام هادية ويقول اي لاعب من البطولة التونسية راهو لازمو يكون معناها فاية اصحابه ببرشة بش يكون عنده شانس صغير بش يوصل للمنتخب الوطني التونسي سينو لازمو يحترف باش هكاكا نحاولوا نكونوا معناها ملاعبية لكل هابريسك تحترف في اوروبا وكيما نعرف وراء الاحتراف في اوروبا درجات وهكاك المنتخب الوطني التونسي يكون عاش راح داشن ملاعبي في احسن من نادي يولي حتى الملاعبي في حد ذاته معاش يخمم بش يمشي يربح الفلوس في ساعة في ساعة يخمم بش يدرج في النواد الاوروبية يقول لك نمشي الفريق مثلا سويسرين بعد نخدم على روحي نتدرج بشوية بشوية نحاول نمشي الاكثر ما يمكن والفلوس او تتبع المفيد بلاستي تكون موجودة في المنتخب الوطني التونسي السياسة هذي عاملتها الجامعة الجزائرية عام الفين واربعتاش والشي هذي نجحها معها على الاخر نحنا الجامعة تونسية علش ما نمشوش بنفس التمشي نجيوا تول الناخب الوطني اللي بيش يكون مباعد جلال القادري جلال القادري واللي الناس الكل متفاهمين اللي هو مدرب تعب مدرب متواضع والمدربة دي فشل في المهمة امتاعه اللي هي ترشح للدزيم تور كما نعرف وكما خرج دل اعليم والكونترا امتاعه هو كونترا اوبجيكتيف والاوبجيكتيف امتاعه وفشل فيه دونك اوتوماتيك مو جلال القادري اوت الهنية من الناس الكل اللي بيش تخمم في المعوض والناس الكل نحلم الهنية اللي الجامعة تونسية بيش جيبينه مدرب عالمي لكن مدام موجود مو للكورة وديع الجاري وديع البديع بيش يبدع لك بحاجة جديدة اللي خرج برشا كلم اللي عادل السليمي ايه صحيح الاسم اللي اسمعتو اللي هو عادل السليمي ممكن يكون المدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي اللي هنية عادل السليمي عادل السليمي اللي فشلم عن النادي الافريقي عادل السليمي من اللي ما عنده حتى تاريخ في تدريب الفرق بيش يشد المنتخب الوطني التونسي الشي هذي قاعد يخرج في العلام علاش نفس الطريقة القادرة متاع وديع الجارية اللي يبسس لك الاسمها ذاك باش يحاول يتستي ويراء لعبات اللي هنا بالنسبة لي باش نمشي نعطى صم كان عادل السليمي راو باش يشد مدرب وناخب وطني. المدرب الوطني اذا يراو ما هيش لعبة ما يكونش عادل السليمي وما ناش ناقصين جلطات في ديزفن مو كبار اخرين كما مثلا كاس فريقيا وإلا كوب ديموت حتى كسمعت اسم عادل السليمي باش يكون الناخب واحد صوت وبح. الاسم الثاني اللي هو اراضي اج عادي اسامي هدية اسامي فيش لا اراضي اج عادي فيش اللي مع الترجل اراضي تونسي لانها وديع الجارية نفس المستس اللي يعمل فيه كل مرة منظر الكبير وبعض المساعد وجلال القادري وفي المنتخبات بتاع الشباب مهر الكنزاري وعادل السليمي ونفس المعبوكة ونفس الوجوه اللي قاعدت دور في المنتخب الوطني التونسي. كيف سمعنا اسم مهدي النفتي. مهدي النفتي بالنسبة لي هو مدرب طموح مدرب متكون على قاعدة مدرب في رقب اوروبية. دونك يعرف عقلية اللاعب الاوروبي والشي هذاك اللي نحبوه خاصة في المنتخب الوطني التونسي. لكن بالنسبة لي تجيب مهدي النفتي باش تحطوا ادجوان بعض عامين قبلها تجيب له مدرب عالمي باش منقولوش عالمي حتى اشتر عالمي وإلا تحت العالمي بشوية تهون عليه الفلوس دي جاك تلمف الفلوس صباح وليل المشاركة متاع المنتخب الوطني التونسي برك في كس العالم فيها ثلاثين مليار تجيب مدرب عامين يكون لك جيل خاصة مع نهاية الجيل متاعنا نحن نحكيه على نعيم سليتي الخزري المساكني العلي معلول الفرجاني سيسي هدوما لكلهم بريسك قاوت تجيب معناهم لعبية بريسك لكلهم صغار يبقوا معاك الطالبي ديلان برون يبقى معاك مثلا عرشنا اه وجدي كشريدة العابدي اه صخيري العيدوني فما عندك نوايوه في المنتخب الوطني تونسي معا شوية صغيرات شايم جبالي حنا بعد المجبري تحاول تجيب اسماعيل الغربي اللي نتصور قريب وقريب برشا من المنتخب الوطني تونسي تجيب لهم مدرب عالمي مدرب عنده تكتيك وتجيب لدجوام تاعهم مهدي النفطي على اساس انك تتفاهم مع مهدي النفطي يكون بعد عامين هو المدرب رقم واحد للمنتخب الوطني تونسي كاكا تخلينا ندخلوا بجيل كامل جيل متاع مدرب جيل فيهم لعبية صغار وملعبية عندهم خبرة في المنتخب نعاود نذكروا مرة اخرى اللي كاس العالم الفين وستة وعشرين بيش يهزوا تسعة بلايس ونص من قارة افريقيا دونك المنتخب الوطني تونسي اكثرية بيش يكون موجود نعاود نذكروا اللي فمه ثمانية وربعين منتخب في كاس العالم القادمة بيش تكون كل مجموعة فيها تلافة منتخبات يترشحوا منها زوز منتخبي دونك الترشح لالفين وستة وعشرين حاجة اكيدة لكن المنافسة لا يتبدأ بالخدمة والخدمة لا يتبدأ من اليوم هذي دونك ان شاء الله الجامعة التونسية بقيادة وديع البديع في صورة ما وديع هذي مازال موجود في الجامعة التونسية وما خرجش وإلا ما خرجوش يا اخوية تعملنا خطوات على قاعدة علمية بيش نحاولوا نكونوا فريق ومنتخب قوي بيش نحاولوا نفسه في السنين القادمة هكا وصلنا للنهاية متاع الفيديو ما بقى لي كان نقول لكم نترككم في حبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته